الفائدة الأولى إن كثير من الناس من الجهل يستعين على الملك بالسحرة ويظن أن هؤلاء السحرة سبب في بقائه في ملكه عشان كذي فرعون استعان باشنو بالسحرة وده استعان بالسحرة بالساحر وكثير من الجهل قالين الأمر بي عن طريق السحر وعن 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 إلى آخره والله تعالى حسم هذا الأمر فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله تعالى هو الذي يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والإنسان أصلاً العاقل ما بسعى وراء الملك الزول أصلاً العاقل آبجر وراء الملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي الجليل أبو ذر الغفار رضي الله عنه بأن يجعله على مكان سأله الإمارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلى آخر الحديث فصار بعدها أبو ذر رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على منصب وعلى إمارة إلى آخر الزول العاقل كان شكيس حاق بن راهويه رحمه الله تعالى في صفة الصفوة قال قال وحب السلطة والرئاسة قال هذا آخر أمراض القلوب خروجاً منه في ناس الله ابتلاهم بحب المال بس جاري وراء القروش قروش 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 في ناس الله ابتلاهم بشهوة النساء نساء 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 دي شهوة لما نموت كذي أو يتوب الله أو يتوب الله عليه في ناس الله ابتلاه بال قال نفسه متاعه بس في الأكل والشراب ناس في البنيان ناس في وين ناس وين دي الكل هم مبتلين مبتلون بأمراض لكن من أخطر الناس أمراضاً الذي يبتلى بحب الرئاسة والتصدر هو وإلى آخر إنسان يكون متواضع قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من حديثه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي تقي يعظم الله تعالى ويخاف الله فعلى الأوامر اكتن بالنواي هو غني كما قال ابن عثيمين غني غنى النفس غني بالله عن خلق الله استغني بالله عن جميع خلق الله تعالى ما بيسأل الناس ما بينكسر للبشر إلى آخر بعدين الخفي كن من عامة الناس وخفي وما تصدر وما أخليك زو العادي بس في نص الناس وادعو الله تعالى وبلغ دعوة الله ما استطعت ادعلم اشتغل رب أولادك على الخير على الكذي وهكذا حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى إلا تبقى مصدر وإلا الناس تشير لك بالبنان إلى آخر هذا كله من المرض الذي ابتلي به كثير من ناس ترجمة نانسي قنقر